موسيقى خير إلى العناوين موسيقى ما تفاصيل إطلاق مشروع حي الملك سلمان في الرياض موسيقى وطلاب وطالبات المملكة يحصدون 18 ميدالية في معرض آيتكس الدولي للاختراع والابتكار موسيقى العادات المستحدثة هل بالضرورة هي استيراد ثقافي موسيقى موسيقى مستاكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي والبداية كالعادة بأخبار يا هلا وحقيقة أنه بداية أخبارنا اليوم بواحد من الأحداث الحزينة والموجعة والمؤلمة والقاسية جدا حيث توفي اليوم الفنان القدير فهد الحيان عن عمر يناهز الثانية وخمسين عاما وسوف يصلى عليه غدا الثلثة بعد صلاة العصر في جامع الأمير فهد بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود الذي يقع على طريق الرياض الحائر ودع الفنان الراحل عدد كبير من المهتمين والمختصين في مجال الفن والإعلام فضلا عن جمهور الفنان الذين دعوا له بالرحمة والمغفرة رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته واحد من الأخبار الموجعة التي انتشر الخبر قبل دقائق من الآن نسأل الله له الرحمة والمغفرة وفسيح الجنان فهد الحيان بلا شك أنه تاريخ كبير على صعيد الفن على صعيد الموهبة على صعيد الدراما على صعيد الحضور أدى وقدم شخصيات وحلقات وبرامج سيظل أثرها باقي وراسخ ومضيء في ذاكرة الفن في ذاكرة الإعلام في ذاكرة المشهد السعودي عند محبيه العذاب باسم يا هلا أورتانة خليجية إلى أهله وإلى عائلته وإلى محبيه رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته مع على الهاتف الآن الفنان إبراهيم الحساوي أستاذ إبراهيم مساء الخير شكرا لقبول دعوة البرنامج وعظم الله أجر الجميع في رحيل فهد الحيان مستكم الله بالنور وعظم الله أجرنا وعظم الله أجر الوسط الفني في فرد هذا الفنان الجميل فهد الحيان خالص التعازي لأهله والله شطرهم ونسأل الله لهالغفران والرحمة إن شاء الله كان فنان جميل يعني كانني سبق مني أتماع في طاش مطاش وفي مسلسل من إنتاجه شخصية هاشتجا ما شفنا منه ولكن خير فنان محبوب لدى الجميع شخصية شخصية كارزمة في كاركترها اللي يعرفوه الصغير والكبير في شخصية هزار ما نملك إلا نقول رحمة الله عليه نعم مما لا يختلف عليه أستاذ إبراهيم يعني في الإعلام في الصحافة في مواقع التواصل في المشهد إجمالا هو الإجماع على محبة شخصية فهد الحيان على قربها على بساطتها على العفويتها على تواضعها هذا اللي ظاهر للناس أنت واحد من الأشخاص اللي اقتربوا منه عملوا معه قضيته أيام وربما أشهر مع بعض في إنجاز كثير من الأعمال كيف كانت شخصية فهد عن قرب يعني خلنا نتكلم عن فهد الإنسان ثم فهد الفنان والله فهد الإنسان متواضع جدا متواضع وحبيب حتى روح الكوميديا في حياة الاجتماعية أنا جمعتني مع بعض الأعمال القليلة بش حقيقة يتمتع بروح الجعابة وروح النكتة حتى في جلسات بعيدة عن حدثات الكامرة على مستوى الفن وما قدم فهد الحيان للمشهد الفني ماذا تقول؟ أقول الله يرحمه أولا قدم شيئا حلوة لا تجال خالدة ولا تجال محفورة في ذاكرة المشاهد رحمة الله عليه رحمة الله عليه والله شفر أهلا لعم اليوم السيد براهيم يعني يبقى دائما الإرث الفني الإرث الأخلاقي الإرث الإنساني اللي يخلف أي فنان موجود ما واجب المشهد خلني أقول الفني والثقافي اليوم تجاه إرث هذا الحيان والله التكريم بس تمنينا تكريمه وهو حي لكن التكريم يستحق التكريم لأنه قدم الأشياء كثيرة للمشهد يستحق التكريم والحفاوة وأن كان الله خد أمانته لكن ممكن يتم تكريمه عن طريق أسرته طيب أخيرا أو أولا بس إذا تسمح لي أنا أيضا أعتذر منك أعرف أن الحزن يغالب صوتك كثير يعني الخبر يمكن من دقائق إلى الآن لكنك كنت كريم ونبيل في تجاوبك ولن أطيل عليك أكثر لكن بسمع منك كلمة أخيرة لمحبي فهد الحيان لجماهيره لكل من هو اليوم في المشهد الفني والإعلامي والثقافي أو سيأتي إليه ماذا يجب أن يتذكروا عن فهد الحيان وماذا تقول لهم أقول يدعونا بالرحمة الآن هو انتقل إلى جوان رب يدعونا بالرحمة والغفران وهذه الكلمة التي أقدر أقولها حبيلا الله يرحمه أستاذ براهيم شكرا جزيلا لك لحضورك معنا في أهلا لهذه الكلمات طبعا يعني الحزن واضح في صوت أستاذ براهيم الحساوي ولا يلأم كل الأشخاص يعني الأشخاص اللي ما اكتربوا من فهد الحيان وكانوا بعيد وبس يشاهدون أعماله من وراء الشاشة ويشعرون بهذه الحالة الكبيرة من الحزن والألم والوجع لرحيله وفقدانه فما بالك بالأشخاص اللي كانوا قريبين منه واللي كانوا يشاركون أعماله ويشاركونه كثير من التفاصيل الحياتية في كواليس الأعمال والمشاهد والمسلسلات مثل ما قلنا في البداية نقول الآن أنه فهد الحيان تاريخ مضيء وكبير وراسخ وثابت وباقي وممتد من الأثر الفني والإبداعي والموهبة التي تحفظ سجلات الفن سجلات الإعلام سجلات الثقافة وأعماله وحضوره شاهد كبير أيضا هو رصيد كبير على الصعيد الأخلاقي على صعيد الحضور الجميل شاهدوا لقاءاته وحواراته حضوره دائما في المشهد علاقاته بالفنانين علاقاته بالمشهد الإعلامي والثقافي والفني إجمالا نكرر العزاء لأهله لمحبيه لذويه لعائلة جميعا ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويدخل فسيح جناته عودة إلى أخبارنا حيث أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة عملت مع مؤسسات التنسيق العربية على تعزيز الأمن الغذائي حيث أطلقت حزمة دعم مالي تزيد عن 10 مليارات دولار لهذا الغرض عملت المملكة مع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية لتعزيز الأمن الغذائي حيث أطلقت حزمة دعم مالي تزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي لهذا الغرض وحرصت المملكة على حشد الجهود العربية وحلصت المملكة على حشد الجهود لمعالجة التحديات المرتبطة بالديون من خلال إطلاق إطار العمل المشترك لمعالجة الديون والذي تمت الموافقة عليه من قبل قادة دول مجموعة العشرين في قمة الرياض وهو الإطار الوحيد المتفق عليه دولياً لعادة هيكلة ديون الدول التي تواجه تحدياتهم في سداد ديون وفي واحد من الأخبار خلوني أسميها المبهجة حقيقة اليوم لإستراتيجيات وأهداف رؤية السعودية وهيئة الترفيه والحضور الكبير اللي جالسين نشوفه اليوم على مختلف الأنشطة والفعاليات حيث كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه مع المستشار تركيال الشيخ عن الدعم اللامحدود الذي يقدمه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الدعم الذي يقدمه لقطاع الترفيه باعتباره قطاعاً واعداً من الناحية الاقتصادية وأوضح أنه تم توفير أكثر من 185 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة لأبناء وبنات الوطن في تقويم الرياض خلال ثمانية أشهر ينطلق رائداء الفضاء السعوديان الرائداء ريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة وأيضاً رائد الفضاء السعودي علي القرني ينطلقان إلى محطة الفضاء الدولية آي إس إس في الواحد والعشرين من شهر مايو الجاري في رحلة علمية تمثل حدثاً تاريخياً للسعودية وتدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء عشرة، تسعة، ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد مستعدين للانطلاب بسم الله الرحمن الرحيم تطلق السعودية نحو الفضاء تصوير الصورة تقلس ش age 9 وقت them to be with us وقتها فضاء أخطبال الجانبين سوعة الصورة سوء وقتها أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إحباط محاولة تهريب أكثر من مليون وثلاثمائة ألف حبة كيبتاقون عثر عليها مخبأة في إرسالية عبارة عن ألواح خشبية وردت إلى المملكة عبر ميناء جد الإسلامي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي واحد من الأخبار الجديدة لوزارة التعليم أعلنت وزارة التعليم عن البدء في تنفيذ مشروع الشاشات التفاعلية عن بعد وذلك بهدف توظيف التقلية في سد العجز في المعلمين في بعض المدارس في المناطق النائية وذات الاحتياج الدائم بعد هذا الفاصل ألتقيكم في أول موضوعات أهلا الحوالية حياكم الله مجددا في أهلا من الأخبار اللي كانت معنا في أخبارنا بالأمس واليوم نتوسع فيها قليلا اعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزاع عن إطلاق مسمى حي الملك سلمان على حيي الواحة وصلاح الدين وتطويرهما وذلك بهدف أنسنة الحي بمسماه الجديد ورفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية وتطويره وخلق هوية عمرانية ومعمارية للمرافق العامة في الحي منبثقة من العمارة السلمانية ومبادئها وذلك امتدادا لحرص سموه الكبير ودعمه لتنمية المدن وتحقيقا لتحفيز النمو السكاني والاقتصادي مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع نعرفها الآن مع الدكتور فيصل العصيمي وهو الوكيل المساعد للبنية التحتية بأمانة منطقة الرياض الذي ينضم إلي مشكورا عبر الهاتف دكتور مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج مساء النور حدثنا عن تفاصيل هذا الإطلاق والتسمية للحي بداية أتوجه بالشكر الجزيل للسمو سيدي ولي العهد الأمير سحمد بن سلمان على موافقة إطلاق اسم الملك سلمان على حيي الواحة وصلاح الدين في مدينة السياط وتطورهما يأتي إطلاق مشروحي الملك سلمان مبادرة ضمن أبرز المشاريع الرائدة التي تضمنتها مبادرات استراتيجية تعمل منطقة الرياض ومن أهمها التحسين والتجديد العمراني للأحياء السكنية وتأهيل المراقب الخدمية في المدينة وتأهيل وربط مساءلات المواقع البيئية كحديقة الملك سلمان مع مساءلات المشاف للأحياء المجاورة وتحسين البيئة العمرانية وتطوير وتأهيل الساحات والميادين في أحياء المدينة لتكون مدينة الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2030 جميل لماذا تم اختيار الحيين هذه على وجه التحديد حي الواحة وحي صلاح الدين وكيف سيكون الربط والمواءمة مع حديقة الملك سلمان تم اختيار موقع حي الملك سلمان في قلب العاصمة الرياض والمتصل مباشرة مع أهم المشاريع الكبرى في حديقة الملك سلمان تعظيما للتأثير المتوقع اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا كما يمتاز أيضا موقع الحي بوجود بنية تحتية وخدمات ومراطق عامة مفتملة ودوء صورية مباشرة مع حم المحاور والشوالع الحاورية في المدينة فيما يتعلق بالمواءمة مع حديقة الملك سلمان يتكامل حي الملك سلمان مع مشروع حديقة الملك سلمان وذلك من خلال الربط المباشر بالمناطق الخضراء الممتدة من حديقة الملك سلمان والتي تتشعب إلى داخل الحي مرتبطة بأهم الشوارع الرئيسية والحزائق العامة في داخل الحي وذلك عن طريق مسارات مشاه ومسارات للدراجات ومسارات خاصة بالنقل الذكي السردجي والذي يعد من أنواع النقل الذكي الحديثة في العالم طبعا جاءت التسمية تقديرا وعرفانا لما قدمه مقام خازم الحرمي للشريفين ملك سلمان بل عز العزيز حفظه الله خلال توليه أمارة منطقة الرياض والتي امتدت لأكثر من خمسة عقود شهدت فيها المدينة نهضة عمرانية ومشاريع تلموية راتخة جميل الأخبار أن المساحة الحي تقريبا 6.6 كيلومتر والأخبار أيضا تتحدث عن الاتجاه إلى أنسنة هذا الحي اليوم عشان نشرح للمشاهدين دكتور كيف سنجعل من الأحياء المؤنسنة وش الإجراءات أو الآليات التي ستتخذ في هذا الحي حتى يؤنسن بشكل جيد ويتواكم مع جودة الحياة اليوم طبعا لتوضيح مفهوم الأنسنة تم إعادة تصميم الحي ليكون موجها للبعد الإنساني على البعد الآلي ليصبح الإنسان أولا قبل المركبات وقبل السيارات تعزيز الجوانب الإنسانية عن طريق توفير الأرصفة ومورات المشاهد عاملة لضمان تنقل سكان الحي من وإلى خارج الحي لقضاء الاحتياجات الأساسية براحة وأمان كما تشمل أيضا أعمال الأنسنة داخل الحي تطوير الحدائق والسلاحات وجعلها ملائمة ومحفزة الاتفاعل الاجتماعي بين السكان جميل طيب اليوم في الأمانة يعني ما هي خطتكم أو أبرز الخطط لرفع معدل جودة الخدمات الأساسية والترفيهية والترويحية داخل هذا الحي طيب تستهدف خطة تصوير حي الملك سلمان فيما يخص رفع جودة الخدمات المقدمة تحسين ورفع كفاءة جميع شبكات البنية التحفية بدءا من شبكة الحركة والتنقل وما يثبت بها من مواقف الاتفار وتطوير التقاطعات وتحسين الانسيابية المروهية ورفع مستوى السلام المروهية كذلك أيضا تستهدف الخطة التطويرية زيادة المسطحات الخضراء بالحي وتطوير الحدائق القائمة ورفع معدلات ونسب الخدمات الترفيهية داخل الحي جميل دكتور أخيرا بلا شك أنه يعني كل هذه الإجراءات الجميلة اللي جالسين نسمعها منك وكل هذا التطوير والانسني هذا الحي سينعكس وسيؤثر بشكل إيجابي إجمالا في تحسين المشهد الحضري بصفة عامة كيف تقرأ هذا التأثير؟ صحيح طالعا معك مشروع حي الملك سلمان سيساهم بشكل كبير في تسهيل حركة السكان والتنقلاتهم في مختلف المواقع والمرافق داخل الحي وسيكون التركيز على حركة المشاه والدرجات لتكون الأولوية للإنسان وليس في المركبات وهذه إحدى المفاهيم التي تعمل عليها أمانة منطقة الرياض داخل المدينة كما سيساهم مشروع حي الملك سلمان في تحسين المشهد الحضري من خلال تنميز الحي بهوية عمرانية مميزة ستماشى مع العمارة السلمانية والتي سيتم تطبيقها كموجهات تصميمية لتنفيذ الأناصر العمرانية وكذلك لتصميم واجهات مباني المرافق الأهمة نعم دكتور فيصل العصيمي شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح وعلى حضورك معنا في أهلا وقبول دعوة للبرنامج حقيقة شكرا للدكتور فيصل العصيمي الوكيل المساعد للبنية التحدية بأمانة منطقة الرياض شكرا للأساتذة في العلاقات والإعلام في أمانة الرياض على هذا التواصل والتجاوب النبيل جدا يمكن من العبارات المضيئة التي قالها الدكتور لتكون الأولوية للإنسان وليس للمركبات الاتجاه إلى التطوير بهذه الطريقة من الأمور المبهجة جدا أما فيما يخص حي الملك سلمان اليوم لاحظوا لا يكاد تمر فترة بسيطة جدا إلا ويكون لدينا مشروع جديد إلا ويكون لدينا إطلاق جديد إلا ويكون لدينا مستهدف جديد يطلق على أرض الواقع هذه كلها من الأشياء التي تعطي يقين أكبر وتصادق بشكل قوي جدا على الانطلاقة المضيئة والرائعة والجميلة والاستثنائية والمختلفة لرؤية السعودية 2030 اللي جالسة تشق طريقها بشكل رائع جدا إلى المستقبل السعودي الذي نحلم به ونريده ونعمل من أجله بنروح إلى فاصل ثاني وبعد هذا الفاصل ألقاكم حياكم الله مجددا في أهلاء الأستاذ الكاتب المهتم بالشأن الصحي المعروف الأستاذ محمد السنان كتب مقالا في صحيفة عكاب عنوانه ما تحتاجه الصحة الآن وكان يتحدث بشكل عن التحول الكبير الموجود في قطاع الصحة باتجاه إيجابي رائع وأيضا عن بعض الاحتياجات في مواءمة القطاع الخاص الصحي مع المشهد الموجود اليوم حوار وحديث كثير حول تفاصيل هذا المقال سيجمعنا مع الأستاذ محمد مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج مساء النور وبالعكس من أعز البرامج على قلبي اللي أكون معاكم أهلا وسهلا أول شيء خليني أبدأ من بداية المقال لما تحدثت فيه عن فكرة التحول الصحي في المملكة خلنا أخذ قراءة لهذا الموضوع وبعدها ندخل إلى التفاصيل طبعا التحول الصحي يشغل الكثير لأن لا يوجد شخص في المملكة إلا بحاجة إلى الخدمات الصحية الخدمات الصحية هي خدمة كل مواطن وكل موقين في هذا البلد تحول الصحي اليوم يمشي بخريطة مرسومة وواضحة وتقدم ملموس وفقا للخريطة الزمنية التي وضعت له كثير من الملامح والقرارات وقرارات مجلس الوزراء بإنشاء الصحة القابضة بإطلاق التجمعات الصحية نقل الأصول إلى شركة الصحة القابضة كثير من الخطوات وشركة الصحة القابضة تؤسس نفسها لكي تستعد لاستلام الخدمات العلاجية بشكل كبير والمنظومة الصحية وتتفرغ وزارة الصحية للدور الإشرافي والتنظيمي فالتحول الصحي الآن أوجد شركات صغيرة على هيئة التجمعات تدير النظام الصحي لكل منطقة بشكل متكامل فتصبح الخدمات الصحية متكاملة للمنطقة بداية من الوقاية والتوعية نهاية إلى العلاج التخصصي مرورا بالمراكز الصحية مرورا بالعلاج العام أو العلاج العادي فمراحل العلاج لابد تتوفر في أغلب المناطق بشكل مرسوم بشكل واضح ينتقل بينها المواطن أو المقيم بسلاسة لتلقي الخدمات العلاجية هذا هدف التحول الرئيسي هذه القراءة للتحول الواقع اليوم تعطي مؤشرات للمستقبل القريب للتطور الصحي؟ هي بدأت وليس نعطي المستقبل القريب بدأت في الماضي القريب والآن تبدأ بشكل أكبر شفنا الآن التحول الإلكتروني في الخدمات التي صارت في وزارة الصحة شفنا التحول في المستشفيات تطوير الخدمات الأنظمة الإلكترونية مثل نظام موعد أصبح كل شخص قادر على حجز موعده عن بعد خدمات الاستشارية التي قدمت ساعة ثلاثة سبعة الكثير من ملامح التطور في وزارة الصحة وخدماتها قد ينتقد بعض خدمات وزارة الصحة أو بعض المستشفيات في بعض الأماكن لا نقول أن النظام الصحي كامل لكن النظام الصحي في المملكة مثال يحتذى به لدول الجوار وأيضا للدول العالمية وأثبتت أزمة كورونا ما نريد أن نذكرها تعبنا ونذكرها لكن أثبتت هي وغيرها أن النظام الصحي السعودي نظام قوي جدا الخدمات الصحية في المملكة التي تقدم بالمجان للمواطنين خدمات جدا راقية عالية تلجودة مأمونيتها عالية تضمن حياة كريمة للمواطنين نعم يعني ليش ما نبقى نذكرها أنا فاهم رأيك بأن نتحدث عنها كثير لكن حقيقة أستاذ محمد يمكن أن نتكلمنا شوي قبل الهواء أنه اليوم لما نستحضر اللي عملوا القطاع الصحي في السعودية في أزمة كورونا أعتقد أنه يحق لنا وإنت صحيح لأنك جوه المشهد أكثر منه أن نباهي بما قدم ونفاخر فيه مو بس على مستوى المملكة وعلى مستوى العالم نحن نباهي وباهينا على مستوى دول مجموعة العشرين لما كانت مجموعة العشرين من العقدة في المملكة أيضا باهينا بمستوى المتقدم في الأرقام بالأرقام والحقائق والإحصائيات وليس كلام شفوي أرقام وحقائق وأخبار رسمية كانت تثبت تقدم المملكة على غيرها من الدول التي تعتبر متقدمة جدا جميل طيب أخذك لجزئية من المقال قبل ما أجل للقطاع الخاص تقول فيها أيضا لا بد من التركيز بشكل مستمر على الوقاية والتوعية بشكل كبير ومساهمة القطاع الصحي الخاص في ذلك وشمولية الخدمات الوقائية في التأمين الصحي مما يسهل الحصول عليها من قبل المستفيدين ويدعم المساهمة فيها من مقدمي الخدمات الصحية محور الوقاية والتوعية كيف تقرأه؟ الوقاية طبعا جهود كبيرة قامت فيها وصارة الصحة في الوقاية والتوعية هنا يأتي الدور على شيئين القطاع الخاص أن يشارك لأن القطاع الخاص يغطي فئة كبيرة هناك فئة تتعدى العشرين الآن يمكن وصلت إلى خمسة وعشرين في المائة من سكان المملكة يراجعوا في القطاع الخاص يستفيد من خدمات القطاع الخاص إذا القطاع الخاص موفر لهم الخدمات الوقائية موفر لهم الخدمات التوعوية المعلومات اللازمة قد لا تصلهم بسهولة عند عدم مراجعتهم للقطاع الحكومي أيضا الشيء الثاني الدور الآن على المستقبل المرسل هو وزارة الصحة هو القطاعات الصحية الأخرى أيضا في العسكري في الجامعي الحرس أيضا ما نهضم حقهم في التوعية والوقاية اللي يقوموا فيه بشكل كبير لكن أيضا المستقبل أنا أنت كل مواطن عليه دور كبير أنه يستقبل هذه التوعية يتعامل معها بجدية يأخذ المعلومات ويطبقها على أرض الواقع يطبق المعلومات التي تأتيها الوقائية دور كبير وميزانيات كبيرة تصرف على التوعية والوقاية بشكل كبير أتوقع أن أحد أعمدة الأنظمة الصحية هي الوقاية لأن الهدف من الصحة ليس العلاج الهدف هو الحفاظ عليك بصحتك الحفاظ على الإنسان سليم هذا الهدف الأول لأي نظام صحي هو أنه يحافظ عليك بصحتك قبل المرض فالعلاج هو أمر آخر لاحق إذا فشلنا في المرحلة الأولى وهي الحفاظ على الإنسان بصحتك وهنا تجيثي ثقافة التوعية والاستثمارها الجيد صحيح طيب أستاذ محمد إحنا مرينا في مراحل كثيرة فيها التعامل مع ثقافة التوعية سواء من قبل الجهة المسؤولة كوزارة الصحة أو من قبل المجتمع وتلقيه اليوم المرحلة الحالية كيف تصفها على مستوى ثقافة التوعية تطورنا وتقدمنا فيها بشكل أجمل في إيصال الرسالة واستقبالها تراجعنا في الوسط كيف تصفها بصراحة خلينا نقول ربا ضارة نافعة كورونا كورونا علم الناس همية التوعي وهمية اتباع التعليمات لما صارت حياة الإنسان على المحك صار لابد يتبع التعليمات خوفا على حياته خوفا على حياة والده خوفا على حياة أبناء ومن حوله ومن يحب فهذا علمنا ثقافة الوعي بشكل كبير لكن للآن لابد نصل إلى مرحلة متقدمة أكثر أن يكون فيه اتباع لهذه التعليمات بشكل أكبر وهنا نأتي لمرحلة أخرى تكمل التوعية وهي التعزيز التوعية أنا أعطيك معلومة تعزيز أسن الأنظمة التي تجدك تطبق المعلومة مثلا التوعية أقول لك المشروبات الغازية ضارة أجي في المدرسة أقول مشروبات الغازية ضارة هذه توعية تعزيز منع بيع المشروبات الغازية في المدرسة فالتوعية تكملها التعزيز لو جيت أعزز وأنا ما وعيت الناس الناس ستضايق من الأنظمة لكن لو وعيتهم ليش هذه الأنظمة قاعدة تتم بالشكل هذا مكملين سنوصل لمرحلة وعي أكبر جميل طيب من مظاهر الوعي اللي أنا أشوفها اليوم في المجتمع في المشهد بس أنا دائما يعني أخذ برأيك بحكم الاختصاص إنه فيه ارتفاع كبير يعني اليوم مستوى ممارسة الرياضة جالسين نشوفه ينتشر يمكن بأكبر ما أعرف إذا في حصاءات معينة لكنه يفوق تقريبا كمشاهدة بالعين كثير من المراحل اللي عشناها اليوم حتى على مستوى توجه الناس إلى التقنين الغذائي ومجموعات التوجه إلى الأكل النباتي إلى الأكل الخالي من كذا يعني فيه توجهات صحية كثيرة بغض النظر عن فائدتها لكل الناس أو لبعض الناس بس الهاجس موجود هذا شكل من أشكال الوعي اللي تشوفه أنه تطور وتقدم اليوم عندنا صحيح وسام فيه عدة أمور الأمور الأولى سهولة وصول المعلومة مع وسائل التواصل الاجتماعي مع سنابشات، تويتر، تلفزيون كل شيء صار متاح صارت توصل المعلومات بشكل كبير ما صارت مغيبة زي أول الشيء الثاني الدولة ما قصرت التعزيز التعزيز مو بس أنظمة التعزيز هو توفير البيئة المناسبة للقيام بهذا عطت تسهيلات للصالات الرياضية أنها تفتح سعت في وضع الممشيات أو منطقة المشي الصحي بشكل كبير فعندنا أكثر من ممشى الناس تقدر تمارس فيه الرياضة بشكل كبير توفير السبل اللي تساعد على هذا النظام الصحي هي اللي ساعدت في انتشار الوعي جميل طيب في جزئية في المقال وهي الغالبة في المقال تحدثت فيها على فكرة القطاع الخاص من محورين جزء تتحدث فيه عن تمكين القطاع الخاص بشكل أكبر لتقديم الخدمات الصحية وجزء تتحدث فيه عن مسؤولية القطاع الخاص في تقديم خدمة صحية جيدة أبغى قراءتك الواسعة لهذا الموضوع الآن نحن نتحدث عن تمكين القطاع الخاص القطاع الخاص هو أحد مقدمين الخدمة الأساسيين الآن في المملكة فما نقدر نهمله والتوجه المملكة إلى تحول القطاع الصحي إلى شركة قابضة لا ينبئ بالتوسع بالخدمات التي تقدمها الدولة أو تقدمها الشركة الحكومية أو الشبه حكومية اللي هي شركة الصحة القابضة ولكن هنا الدور أنك تمكن القطاع الخاص يتوسع في الخدمات ليغطي الكثافة السكانية اللي قاعدت الزاية قد يكون الدور صعب على القطاع الخاص لما نقول لغطي في منطقة طرفية أو في كرة أو في هجر ما يكون فيها المردود اللي يساعد على فتح هذا القطاع الخاص هنا يجي دور شركة صحة القابضة اللي هي شركة شبه حكومية فإنها توازن ما بين إعطاء بعض المشغلين أو إعطاء بعض الشركات اللي تابعة لها إلى تشغيل مدن رئيسية مع مدن فرعية فهذا يشيل هذا نوعا ما في الميزانية يعني لن يكون مجد أني أفتح في قرية فيها 20 بيت مثلا مركز صحي أو فيها 30 بيت هجر صغيرة ما فيها إقبال ما فيها مردود مالي أنت تقصد مجدي على مستوى الخطاع الخاص أيوة على مستوى الخطاع الحكومي موجود موجودا مستقبلا ما نقول فيه قطاع حكومي يقول فيه شركة صحة القابضة وفيه قطاع خاص فمع التحول الصحي الهدف أنه يمكن القطاع الخاص أنه يقدم الخدمات الآن التسهيلات الآن وذلك صحة قطعة شرط كبير في وضع الأنظمة ووضع الاشتراطات سهولة الوصول إلى هذه الأنظمة والتقديم على الخدمة والدعم الذي يأتي من الدولة على مثل الاستثمارات الصحية أيضا هذا يمكن القطاع الخاص بشكل كبير النقطة الثانية التي يتكلم عنها واجبات القطاع الخاص هنا أنا مكنتك كدولة تيجي أنت كقطاع خاص بالمقابل قدم لي خدمة ترتقي اسم هذه الدولة العظيمة خدمة ترتقي لهذا المواطن الذي وعدت الدولة وكفرت له حياة كريمة يأتي يتلقى خدمات طبية فيها مصداقية فيها مأمونية تقدم بتجربة مريض عالية هنا هذا دور القطاع الخاص لما أنت تطلب تمكين قدم بالمقابل ما يستحق هذا التمكين أما أنك تقدم لي خدمات سيئة وتتوقع أنه الشعب سيدعمك والحكومة سيدعمك هنا أنت غلطان فأنت لا بد أنك ترتقي للمعايير والآن أيضا عندنا سباهي المجلس السعودي للجودة أو عفوا معايير الجودة واعتماد الجودة في المملكة يضع معايير للقطاع الحكومي والخاص اتبع هذه المعايير لتضمن جودة عالية بالمقابل ستلقى الدعم وستلقى حتى الأقبال من المواطنين عليك نعم أستاذ محمد شكرا لك لهذه الإضاءات ولهذا الحوار الجميل والتفصيل حول هذا الموضوع شكرا جزيلا لأستاذ محمد قراءة في الواقع قراءة في المستقبل قراءة في المستهدفات المتوقعة سنذهب إلى فاصل ثالث في حلقتنا وبعد ذلك حياك بالله مجددا في أهل من الحلقات والفقرات المفضلة لنا دائما في البرنامج حين نحتفي بطلاب وطالبات سعوديين استطاعوا أن يحصدوا جوائز عالمية على مستوى العالم في الابتكارات والاختراعات والمجالات العلمية واحدة من خلوني أسميها إذا صحت هذه التسمية من المحتويات الممتعة جدا لنا واللي نستهدفها دائما ونحرص على أن تكون موجودة ولله الحمد لا يمر موسم من مواسم البرنامج إلا يكون فيه احتفال بمنجة السعودي في هذا الجانب وهذا يعطيك برهان على قوة حضور طلابنا وطالباتنا على مستوى العالم بشكل مستمر جوائز عالمية في الانتل آيسف وإن شاء الله نحن على بعد أيام بسيطة من إعلان نتائجها ويكون لنا حظ نصيف فيها والأجمل من هذا أنه مجموعة من طلاب وطالبات السعودية في وزارة التعليم اللي شاركوا فيه معرض آيتكس الدولي للاختراع والابتكار في ماليزيا استطاعوا أنهم يعودون بثمنتعشر ميدالية عشر منها ميداليات ذهبية مراكز أول وثمان منها ميداليات فضية هذا كله غير الجوائز الخاصة اللي حصلوا عليها ما شاء الله تبارك الله الطلاب والطالبات السعوديين أصبحت بصمتهم في المشاركات في كل حدث عالمي علمي على مستوى العالم يشار له بالبنان هذه البطاقة التعريفية من يا هلا نشوفها ونرجع نستقبل واحدة من الفائزات اللي وضعت بصمة وطنية سعودية عالمية جميلة في ماليزيا حقق طلاب وطالبات المملكة المشاركون في معرض آيتيكس الدولي الفين وثلاثة وعشرين ثمانية عشر ميدالية في عدد من المجالات العلمية جاءت الجوائز على النحو التالي عشر جوائز ذهبية وثمان ميداليات فضية إلى جانب سبع جوائز خاصة من الجهات المشاركة والداعمة تأتي مشاركة أبناء وبنات المملكة في إطار السمرار نهد وزارة التعليم في دعم واكتشاف طلابها وطالباتها الموهوبين والمبدعين تسعى وزارة التعليم من خلال هذه المسابقات الدولية إلى رعاية وتشجيع الطلاب والطالبات ودعمهم وصولا إلى مشاركتهم وتمثيلهم للمملكة في المحافل الدولية يعد معرض آيتيكس منصة دولية للاستقطاب الاختراعات والابتكارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة يستهدف المعرض جذب المهتمين من المبتكرين والمخترعين والمستثمرين والمصنعين في مجموعة من الدول لاستكشاف الاختراعات والابتكارات الجديدة في المجالات العلمية تنضم إلي الآن من استجوهاتنا في جدة واحدة من طالباتنا اللي نفاخر ونفتخر بهن كثيراً وحصلت على الجائزة الذهبية الميدالية الذهبية المركز الأول في قسم علوم البيئة وهي يمن بانتزام العتيبي تدرس في الصف الثالث ثانوي واستطاعت أنها تضع بصمة علمية سعودية عالمية تستحق التحية والتهنئة والإشادة يمن مساء الخير ألف مبروك لك هذه الجائزة وشكراً لقبولك دعوة البرنامج الله يبارك فيك أهلاً وسهلاً أهلاً يمن حدثينا عن الابتكار اللي قدمتي في مجال علوم البيئة إيش هو بالضبط يعني كيف قدمتيه وبعدين بنوصل إلى موضوع الحصول على الجائزة لكن في البداية نبغى نوضح الابتكار نفسه تشرفت هذا العام في مشاركتي في معرض ايتكس المعرض الدولي الاختراعات والابتكارات والتقنية واختراعي بدأ من اهتمامي وشغفي لعلم الفضاء واستخدام التقنية لخدمة الإنسان وحماية البيئة استفت من تقنية الكيوبسات نوع من أنواع الأقمار الصناعية تطورتها لقياس الحرارة اللي تطلع من الشمس للأرض باستخدام الأشعة وقياس كمية الهايدرو كاربون في الغابات عن طريقها يستطيع هذا القمر الصناعي أن يفرض توقعات على حرائق قادمة من خلالها نقدر نحمي نحمي الإنسان ونحمي البيئة بمعنى أنه يمكن قياس درجات الحرارة الزائدة اللي ممكن تتسبب في حوادث حرائق على الأرض صحيح؟ صحيح كم أخذ معك الوقت علشان تشتغلي على هذا الموضوع؟ بدأ من العام الماضي لما حضرت مؤتمر الفضاء في الرياض وكانوا يتكلمون عن أهداف قطاع الفضاء في المستقبل في المملكة وحول العالم وكانت الأهداف أن نحسن حياة البشرية في الأرض وأن نحاول نحمي البيئة بشكل عام طيب في النهاية يومن الابتكار بشكله النهائي سيصبح عبارة عن أداة معينة آلة وحدة قياس ما سيكون بالضبط؟ عبارة عن قمر صناعي يطلق للفضاء هو مقاسه 10 في 10 سنتيمتر ومهمته تبدأ من وجوده في الفضاء ويرسلنا المعلومات على الأرض جميل بشكل دائم بحيث أنه لو صار أي ارتفاع أكثر من اللازم في درجات الحرارة يتم التنبه للموضوع واستدراكه صحيح جميل لما قدمت هذا المشروع أثناء المسابقة إيش كانت توقعاتك للنتيجة؟ يعني توقعت الميدالية الذهبية أم لا؟ في البداية كنت جدا متوترة لكن لما حضروا الحكام كانوا جدا مهتمين في المشروع وكانوا يقولوني أن هذه تقنية المستقبل تقنية حيعتمدوها الناس في المستقبل فبعد ما خلصت شرحي وبعد ما سألوني الأسئلة كان ردهم أن هذا الاختراع جدا جميل وننتظرك حتى تحققينه على الأرض الواقع طيب أبا أخذك إلى مفردة أرض الواقع اليوم إلى وين وصل؟ يعني بحثيا تقريبا انتهى إيش اللي باقوا يحتاجوا هذا المشروع عشان يصير على أرض الواقع؟ أنا تم تشريح ترشيح هذا المشروع من قبل الأستاذة أيمين مهلمن نائبة رئيس شركة الأقمار الصناعية إي سبيس لجامعة أم آي تي برنامج لبناء الأقمار الصناعية أنا حاليا أشغال معهم حتى أخلص بناء هذا القمر الصناعي يا سلام جميل جدا يعني أنتوا بدأتوا الخطوات العملية لإنجاز القمر نعم متى نتوقع تنتهون منه؟ يعني المتوقع أني أخلص من برنامج نهاية الصف لكن ما أدري يعني متى ممكن أن نخلص طيب إذا انتهى البرنامج وأصبح القمر جاهز على طول يطلق أم لا لسه في إجراءات أخرى ممكن يعني تاخذ مسافة زمنية كبيرة في الموضوع؟ غالبا في الأقمار الصناعية بعد ما ينتهي بناءها في اختبارات معينة يختبر فيها القمر الصناعي إذا اشتازت هذه الاختبارات عاد يطلق للفضاء جميل طيب يمني من الأشياء اللي أنا عندي قناعة تامة فيها وانتي ممكن تأكدي لي أنه دائما وراء مثل هذه النجاحات للطلاب والطالبات معلم أو معلمة بالنسبة للطالبات كانوا هم الداعم والمحفز لهذا الموضوع إذا كان هذا الموضوع فعليا حصل معك في سنواتك التعليمية من المعلمة اللي كانت داعمة لك محفزة للبحث في هذه الموضوعات والوصول إلى ما وصلت إليه اليوم معلمتي الفيزياء هي كانت أكبر داعم ليا كانت دائما تقولي أني أنا حشوفك من أحدى المرأة السعودية في قطاع الفضاء وكنت دائما أعطيها أبديت عن المشروعي وكانت دائما تججعني أني أكمل في المشروع وهذا يعني كان دافع كبير لي وش اسمها المعلمة؟ تستاهل نقولها شكرا على الهواء اسمها؟ طبعا الأستاذة سحر سحر مين؟ والتي تعرفينها سحر طيب كل التحية والشكر والتقدير للأستاذة سحر اليوم هذه واحدة من ثمارها في مثل هذا الموضوع على مستوى المحيط القريب فيك يمن مين كانوا الداعمين؟ يعني المحيط القريب أتكلم عن العائلة عن الصديقات عن مين كانوا الداعمين والمحفزين الأوائل لك في مثل هذه الأمور العلمية على وجه التحديد طبعا أكبر داعم لي كان أسرتي حفظها الله ورعاها وطبعا دعم دولتي لي من خلال رؤية وتشجيع ولي العهد حفظه الله هو كان سبب رئيسي في جعل جيلي يطمح ويصل إلى العالمية وكمان ما تقوم به إدارة التعليم ومدرسة مدارس اليسر من جهود مميزة لتحقيق ذلك جميل الله يحفظ لك عائلتك ويستاهلين الشكر والتحية والتقدير وأما يعني إلهام ولي العهد وما يقدم اليوم فهو عظيم جدا وهذا واحد من آثاره وكثير من الآثار اللي نلمس اليوم أنا ودي إذا تسمحي لي بعد إذنك أستاذة يمنو بسميك أستاذة بل مهندسة إن شاء الله يعني مع الواقع القريب ترفع الميدالية شوي بس علشان نشوفها على الشاشة الميدالية الذهبية جميل جدا ألف مبروك وإن شاء الله عقبال ميداليتين وثلاث وعشر يا رب أنت أيضا إلى الميدالية الذهبية اللي حصلت فيها المركز الأول على المشروعك اللي قدمتي حصلت على جائزة خاصة كلمين عنها الجائزة خاصة كانت بزيارة رئيس مواطنة الابتكار في سنغفورا إلى البوث خاص بي وقت الشرح للتحكيم بعدها قدم لي فيها الجائزة الخاصة اللي هي جائزة المخترع الشاب من مواطنة الابتكار بهذا الاسم جائزة المخترع الشاب صحيح على مستوى العالم إحنا نتكلم صحيح صحيح ما شاء الله من نجاح إلى نجاح قبل ما أودعك يوم إذا في رسالة اليوم حبة تقولينها أو توجهينها لمين وإش تقولي فيها أشجع أول شيء أبناء وبنات وطني على أنهم يبدؤون في تحقيق أحلامهم ويبتكرون في المجالات المهتمين فيها خصوصا لأننا نحن في دولة وقيادة رشيدة تجعل المستحيل حقيقا جميل يوم أخيرا أنت الآن في الصف الثالث ثانوي إن شاء الله لك النجاح والتفوق والتوفيق يا رب إش طموحك القادم يعني في التخصصات الجامعية أو في الدراسة أو الخطوات الجاية بإذن الله تخصصي هو هندسة الفضاء وأتمنى أني أطور من هذا القمر الصناعي حتى أرسله للفضاء لأنه مؤمنة أنه هو من جد حفيد في حماية البيئة إذن إحنا بنقول لك المهندسة باعتبار ما سيكون إن شاء الله يوم قبل مودعك أنا لازم أقول لك بكل إنصاف وبكل عدالة وبكل حق أنه إحنا فخورين جدا بما قدمتي وما تقدمين أنت وكل الطلاب والطالبات اللي حازوا جوائز واللي رح يحزون جوائز إن شاء الله فخورين أنه اليوم تظهر أمامنا على الشاشة طالبة في الصفت الثالث ثانوي تتحدث عن هذا المشروع للقمر الصناعي في هذا الجانب العلمي الكبير جدا ما شاء الله بهذه الثقافة بهذا الوعي بهذه اللباقة شكرا جزيلا لك إلى مستقبل ناجح ومتفوق بإذن الله تعالى ونشوفك في أجمل المراكز اللي انت حبتها شكرا جزيلا يوم الله يبارك فيك شكرا لكم شكرا ليوم بنت زامل العتيبي غير نجاح المشروع غير أنه نتكلم على طالبة في الصفت الثالث ثانوي نحن نتكلم على 17-18 سنة تقريبا وتقدم مثل هذا المشروع العلمي الكبير المتعلق بإطلاق قبر صناعي يحد من حرائق الغابات غير هذا كله لاحظوا وهذه السمة موجودة في أغلب اللي استضفناهم بخصوص المشروعات العلمية لاحظوا الثقافة الوعي اللباقة في الحديث طريقة تقديمهم لمشروعاتهم واضح جدا أنه فيه شغل كبير على مستوى هذا الموضوع وبالتالي يجب أن نقول شكرا لوزارة التعليم لإدارة تعليم جدا فيما يخص يمن وإدارات التعليم في بقية الطلاب والطالبات لعائلتها الله يحفظهم جميعا لمعلماتها لأستاذة سحر وبقية المعلمات لكل من يدعم ويحفز ويهتم اليوم بمثل هذه المواهب يوم اليوم إحنا استضفناها هي واحدة من ثمنتعشر شخص شاركوا وحصلوا على جوائز عشر ميداليات ذهبية وثمان ميداليات فضية بنذكرهم لكم جميعا ونستعرضهم الآن علشان نقول لهم شكرا وإحنا بكل صدق فخورين بما قدمتوا اللي فازوا بالعشر ميداليات ذهبية هم أمامكم الآن الطالبة نورة المسند من إدارة تعليم الرياض فازت بذهبية في الأتمة والعمليات ومعها جائزة خاصة ألف مبروك أيضا الطالبة ألين القبلان من إدارة تعليم الرس فازت بذهبية في علوم مهندسة المواد ومعها جائزة خاصة ألف مبروك أيضا عبدالله فهد العتيبي من إدارة تعليم الخرج فاز بميدالية ذهبية في علوم البيئة ومعها جائزة خاصة ألف مبروك له وأيضا عبدالله الكناني من إدارة تعليم القنفذة فاز بميدالية ذهبية في الروبوتات والأجهزة الذكية ومعها جائزة خاصة ألف مبروك أيضا الطالبة غلاء النفاعي فازت بجائزة ذهبية في علوم البيئة ومعها جائزة خاصة من إدارة تعليم منطقة مكة نبارك لها الطالبة اللي كانت معنا اليوم يوم بن زامل العتيبي فازت بذهبية في علوم البيئة ومعها جائزة خاصة من إدارة تعليم جدة ألف مبروك إلياس يوسف فاز بجائزة ذهبية في علوم البيئة من إدارة تعليم الهيئة الملكية في الجبال ألف مبروك أيضا الطالب عبدالله بن محمد فاز بذهبية في علوم البيئة من إدارة تعليم منطقة مكة ألف مبروك أيضا فاز الطالب نواف العقل بميدالية ذهبية في علوم البيئة من إدارة تعليم الرياض ألف مبروك وفازت الطالب نورة بن عبدالرحمن القيضي بجائزة ذهبية في علوم البيئة من إدارة تعليم منطقة القصيم ألف مبروك لهم ولإدارة تعليمهم هؤلاء اللي فازوا بالميداليات الذهبية في عندنا ثمانية فائزين بميداليات فضية وهم الطالبة رأد صالح القحطاني فازت بميدالية فضية في الصحة والتقنية الطبية مع جائزة خاصة من إدارة تعليم جدة ألف مبروك والطالبة أميرة العجلان فازت بفضية الصحة والتكنولوجيا الحيوية من إدارة تعليم القصيم ألف مبروك والطالبة رأف صالح القحطاني أيضا جائزة ثانية يعني فضيتين لرأف ما شاء الله كلها في الصحة والتقنية الطبية من إدارة تعليم جدة ألف مبروك وعندك فضية علم وهندسة المواد للطالبة روز الجشي من إدارة تعليم المنطقة الشرقية ألف مبروك والفضية في علم وهندسة المواد للطالب سعد بن أحمد في إدارة تعليم المنطقة الشرقية ألف مبروك فضية في علم وهندسة المواد أيضا لعبد الله فهد السعيد من إدارة تعليم الشرقية ألف مبروك وفضية في علم مهندسة المواد لعبد الرحمن الجوهر من إدارة تعليم المنطقة الشرقية ألف مبروك وأيضا فضيات في علم مهندسة المواد للطالب يزن بن عوب الشمراني من إدارة تعليم منطقة عسير ألف مبروك إدارات تعليم مختلفة على مستوى مناطق المملكة هذه الجوائز اللي حصلوا عليها ليست على مستوى المملكة ليست على مستوى الخليج ليست على مستوى العرب ليست على مستوى الشرق الأوسط هي على مستوى العالم ككل في المعرض الدولي المعرض آيتكس الذي أقيم في كوالنبور في ماليزيا فخورون بما قدم والقادم سيكون أجمل وأكثر نجاحا وتفوقا لطلابنا وطالباتنا فاصل أخير في حلقتنا ونكمل حياكم الله مجددا في أهلاء واحدة من التغريدات التي أثارت ردود فعل واسعة جدا في التويتر خلال الأيام الماضية غرّد فيها الأستاذ جمال الفضلي ونستعرض التغريدة أمامكم الآن ونحن نتحدث فيها مع الأستاذ جمال ومع وجهة نظر أخرى فيما يخص التغريدة يقول فيها لما أروح مطعم مع أثنين من أخي أو أكثر وحصلهم يتناوشون مع بعض عند المحاسب عشان كل واحد فيهم يبغى هو اللي يدفع عشان نقول عنه كريم أتركهم بحالهم وأتفرج عليهم اللي يدفع أقول له الله يكرمك ويكثر خيرك للمعلومية وجودي في بياتة رامكو سواء في السكن أو العمل صنع فيني ثقافة نظام أمريكي كل واحد يدفع عن نفسه أما العادات والتقاليد تركتها لأهلها أبوي تعب مني بسبب هذا الشيء لازم تقهو الرجاجين وما تقوم إلا آخر واحد من على السفر رحب وحي بالضيوف ويعني من بقية الأشياء كما يقصد عادات الجاهلية محاها الإسلام وعادات القبائل محتها العولمة فيجب أن نتعايش مع الوضع الحالي وننسى الماضي بشر نحافظ على قيمنا الأصيلة ومنها الكرم ولكن ليست بنفس العادات والتقاليد القديمة كلام أثار الكثير من ردود الفعل الواسعة حول القناعة بمثل هذا الموضوع ويعني بقاء العادات من عدمها وصلاحية مثل هذه العادات من عدمها وكان فيه ردود فعل واسعة جدا يعني كما شاهدتها اليوم معي هنا في الاستيديو صاحب هذه التغريدة واللي هو المستشار في مجال التسويق الأستاذ جمال الفضلي مساء الخير أستاذ جمال أستاذ نوران مرحبا حياكم أهلا وسهلا وأيضا معي الكاتب الصحفي المعروف الأستاذ حماد السهلي أستاذ حماد مساء الخير شكرا لكم أهلا وسهلا أبدأ معك أستاذ جمال نحن شفنا التغريدة شفنا الردود الفعل هل ما زلت على قناعتك بما كتبت في هذه التغريدة حتى الآن نعم طيب كيف تشوف أنت أنه يعني عادة مثل الكرم مثلا يجب أنها تمحى أو تستبدل لا الكرم ما هي عادة أول شيء هنا المشكلة الكرم من قيمنا كعرب كمسلمين زيان فهي يعني ما أصنفها من العادات أنا أصنفها من القيم الثابتة اللي مستحيل أن تخلى عنها طيب إش العادة المرتبطة بقيمة الكرم اللي أنت تشوف أنه لازم تتغير الكرم يقع بين ردلتين اللي هو البخل والإصراف يعني أبغى إذا ما تقول أنه خلص يعني التوازن يعني لا تصير مثلا بخير مرة ولا تصير مصرف مرة طيب طيب برأيك برأيك إشي اللي أعطى هذا الرد الواسع من قبل الناس ردود الفعل يمكن كان في كثير منها رافضة للفكرة هي لعبة تسويقية له يسمونها تسويق فيروسي أو تسويق الغوريلا وكذا فهي تغريدة جاية لحظة إذا تسمح لي بعد أنك لعبة تسويقية من مين؟ لعبة تسويقية له بتسويق الغوريلا يسمونها أو تسويق فيروسي يعني أنت تعمدت أنك تحطها للتسويق؟ وهذا تعمدت فيه تغريدات من قبل أنا سويتها واحدة اثنين ثلاثة فأنا أخفي فيها بعض المعلومات زين وعشان بس أثير الجدل ويشوف كيف التفكير مثلا لا يعني أسمح لي يعني بناء على كلامك أنت قبل ما تحط التغريدة كنت متعمد أنك تثير هذا الجدل وعارف أنه سيثير وتهدف منه إلى تسويق التغريدة؟ تبغى الصراحة؟ أيها هذه لا اللي قبلها نعم فهي من المحاولات جات معي اللي قبلها وش اللي قبلها؟ اللي قبلها تكلمت مثلا عن مشاريع عن مثل المغسلة التموينات الأفكار كده فكنت أخفي فيها بعض المعلومات زين حتى بس أسوي التفاعل كامل طيب أنت من وجهة نظرك تشوف أنه هذا فعل ثقافي أو إعلامي صحي أنه أنا يعني أكتب فقط لمجرد أني أثير الجدل؟ هي يعني الهدف الرئيسي الوصول يعني تخيّد كم واحد شهادة تغريدة؟ كم واحد مثلا جاء الحساب العين؟ 40 مليون أنا لو أحسبها مثلا لو أسوي إعلام مثلا على تويتر والتسويق ألف ظهور كم يكلف عليه؟ ألف ظهور يكلف عليه أربع ريال وخمسة ريال نحن نشوف كم وصلت وأحسبها بس ليش ما يكون الهدف تسويق الفكرة والحوار حول الفكرة وليس تسويق الحساب عشان يجونني متابعين؟ يعني اسمح لي بس أنا أعتبره تصريح صادم إلى حد كبير أنه أنت تتعمد إثارة الجدل وتعرف أن هذا سيسبب إثارة الجدل لمجرد أن يجونك متابعين للحساب لا لا أفكر بالبداية بهذه المتابعين أنا شقار في التخطيط الستراتيجي شقار في التسويق عندي مشاريع كثيرة شقار عليها فصعب أن أجرب مثلا في حسابات العملاء أو في فقط دخلينا أجرب على نفسي فجرس أجرب على نفسي نجحت التجربة؟ الحمد لله أجرب ناجح 100% أو لا أجدكم هنا؟ طيب بناء على نجاح هذا التجربة أنت تشوف أن هذا الصح في التسويق أنه أنا أسوي إثارة عشان يجوني متابعين ليس علشان أقدم محتوى؟ أرى هناك برندات سابقة لا أريد أن أتكلم عنها بس بدأت بالطريقة هذه زيل اللي صار أنتشرت تتشار سريع مرة حتى واحد من برندات اللي شفت عليه مثلا مقطع ما أعجب الناس خالف العدات وتقاليد رشادة كلها رحت أسأل عن البلاد النفسي يقول لي ما لو ما تجينا بضاعة تخلص بسرعة بالليالة بالليالة بعد شهر شهر جربت لحظات المنتج جدا عادي بس مع الضجة تطلع بسرعة بس أنت أستاذ جمال عفوا منك مقتنع بهذه الفكرة بفكرة أنه أنا أثير جدل عشان أسوق بغض النظر عن أغدة فعل الناس عن المحتوى ما هي فكرة أثير جدل أو شيء لا أنت عشان أنت بتوصل رسالتك وتوصل فكرتك فلازم تسوي هذه الطريقة اللي صار مثلا بتويتر زي ما تقولون في كثير يعني زي ما تقولون بيعين كلام يعني قاعدين يقولون بالناس يقولون له مثلا افتح مثلا مشروع خضار وما يدري إيش وأنا طلعت في كذا والثاني يقول لك مثلا افتح مقسلة وافتح كذا فأنا جيته بطريقة بس بسلوب ساخر اللي يعرف حساب جمال ويعرف جمال الفضلي يعني يعني اسلوبه في تويتر اللي هو التسويق الساخر يعني عندي شخصيات مثلا مدير عندي مثلا مساثمر وبوجالي فالجمهور الموجود أول اللي كان يتابعني قبل هذي اللي هم 33 ألف يعرفون من جمال وكان أمر جدا جدا لهم طبيعي بس للجمهور الجديد اللي جاء هو اللي متفاجع أصلا هو بس توضيحك لموضوع إثارة الجلل في إجابتك الأولى هو اللي يعني فرض هذه الأسئلة إذا تسمح لي أخذ وجهة نظر الأستاذ حمد السهلي أستاذ حمد شفت التغريدة سمعت التبرير اللي قاله الأستاذ جمالي الآن واش رأيك والله أنا يعني عندي تحفظ على تغريدة الأستاذ جمالي وعلى رأيها الآن يعني يجب أن لا تكون الترند على حساب القيم ولا حساب الأخلاق التغريدة يقراها شباب صغار قراها يعني إذا أنت تبقى الترند أي شيء ممكن يجيب لك الترند حتى التعري صار يجيب الترند وصار يجيب متابعين وصار يجيب يعني لكن الموضوع أنك تطلع بترند أنه تسيئ لقيامنا وأخلاقنا الكرم من قيامنا ومن أخلاقنا ومن عداتنا ومن عدات أبائنا وجداننا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكرم وأجود الناس يا أخي حاتم الطائي مشهورين حنا في بلد الجزيرة العربية بالكرم أهل الحجاز ومن عصر الجاهلية إلى الآن يفتحون بيوتهم للحجاج والمعتمرين إلى الآن فيها بعض المخيمات تقام من الطرق للحجاج والمعتمرين يفتحون لهم الخيام يعطونهم أكل وموية ويباتون هذا من القيم والأخلاق أنا عندي جيل الآن يتابع أنا ما أقول له أنه أنا ما علي أو ما يهمني الجيل هذا يتشرب الكلام هذا بعد كم سنة تندثر العادة هذه أو تندثر القيم هذه فموضوع أنه أنا عشان أوصل للترند أو أنا أسوق نفسي أو أسوق حسابي على حساب قيمي أو على حساب أخلاقي أو على حساب مستقبل أبناء وأجيال هذا يعتبر تسويق هابط ما يعتبر تسويقنا بهذا المسمى تتفق مع التسمية؟ جدا لا تتفق تتفق مع تسمية؟ لا 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 أنا لو تعرضت مثلا على الكرم تعرضت على التصرف الذي حدث الذي حدثه وشه و أنا ذكرته بأول شيء في التغريدة نفسه هنا التصرف الذي حدثه أنه نحن ثلاثة مثلا نطلع نطلع ونتعشع تمام؟ و صارت فينا أكثر من مرة و أشوف كثير من الناس يساوونها وهو الشي أني خلص حنا نتفق خلص نظام امريكي تمام؟ حنا ثلاثة كل واحد يدفع عن نفسه تروح مثلا مكان شعبي مثلا من المطاعم هذه الكبيرة والزحمة خلص متفق واحد مننا يدفع تمام؟ ونتهت السالفة يجيك اثنين والله أنا بدفع والله أنا بدفع ومن دي الكلام مثلا يطلع نشكل غلط هنا مثلا هذه العادة واحدة تمام؟ بعدها إذا رحنا السيارة يقهات القطة و دائما تسربة للشباب والشباب يعرفونها هذا أنا ضد التصرف هذا أنا مو ضد تصرف الكرم كعقيم لا أنا ضد تصرف هذا أنا في نقطتين طرحتها ونقطتين طرحها لأستاذ حمادة بس معوتة نظركم فيها بس دعني أبدأ معك استاذ حمادة واحد هو كان يقول في البداية أنه في بعض الموضوعات إذا طرحتها بالشكل العادي ما أحد يتفاعل معها ولا يتأثر بينما إذا صنعت طرحتها بشكل مثير للجدل هذا الشكل يوصل للفكرة انت تتفق ولا تختلف مع هذا الرؤية إثارة الجدل يجب أن لا تكون فيها إساعة أو فيها جرح للقيم أنا أثير الجدل بطريقة غير الإساعة أثير الجدل بطريقة أخرى ما فيه طرق عدة أنك ممكن تثير الجدل فيها نعم طيب النقطة الثانية هو يقول أنه أنا ما انتقدت الكرم كقيمة لكني انتقدت الممارسات التي تصير باسم الكرم وفقاً لتغريدته تتفق ولا تختلف لا أنا ما أتفق معه في الممارسات الممارسات هذه تعود لنخوة الشخص وكرامة الشخص أنه أنا معي ناس لازم أحاسب عنهم لنفترض أنه والله زي ما قال السادس هم ثلاثة فيه واحد منهم ما معي فلوس طيب ما تخليه ما يأكل معك هذا برضو محراج له يعني لازم فأنت لازم يكون عندك جزء من أني أزرع أزرع النخوة وأزرع القيمة وأزرع التواصل وأزرع القيمة الاجتماعية في الناس أنه ممكن أنا زميلي عارف أنه ما معي فلوس وأضطرني أنا أتبرع أني أنا أدفع عشان ما أجرحه لما هو كان أنا أدفع عن نفسه وأدفع عن نفسه طيب هو جالس كيف يأكل طيب ثلاث نقاط في كلام الأستاذ حمد بس ما أردك عليها النقطة الأولى أنه يقول أنا أرفض رفضا تاما أنه موضوع تسويق الحساب أو تسويق الأفكار يكون على حساب القيم إيش تعلق؟ لا ما أكرر حساب القيم أصلا هو تكلمت عن عادة يعني ظاهرة وموجودة وأتمنى زوالها اليوم قبل بكرة طيب هو يقول بهذا المصطلح وأنا آسف أني أنقل يعني نفس المصطلح اللي قاله وأنت سمعتوه أنه هذه الطريقة في التسويق اللي تتعمد المساس بالقيم هي طريقة تسويق هابط كما ذكر تعليقك وردك على هذه النقطة ما علينا من الطريقة نحن علينا من النتيجة النتيجة وش اللي راح تصير أنت راح توصل رساتك تسويقية أنه هذا الشيء غلط ولازم تغيرون هذه العادة طيب النقطة الثالثة اللي ذكرها كان يقول لك حتى في العادة اللي أنت ذكرتها لو افترضنا أنه أحد من الناس اللي موجودين ما هو قادر أنه يدفع وأنه لما أحد يتكفل بالدفع عنه ممكن يشيل حرج عن أحد من الأصدقاء وأنه يشوف أنه هذه لها علاقة بالنخوة والشهامة أكثر ما لها علاقة بعادة سيئة ايش تعلقك؟ أنا قلت قبل قليل قلت أنا ما هي الضد هذه نهائيا أصلا بس هو في اتفاق بين الشباب الثلاثة كمثال أنه هي قطية بيننا تمام؟ واحد مننا يدفع أو اثنين وثلاثة سالفة ألا إذا كان ما عندي أقول الفلاو اللي علان والله ما عندي وخلاص ما يقصر معي ونفس الطريقة لو قال لي زميلي أو صديقي أو أي أحد قال أنا ما مع المبلغ وخلاص الحسابي أنا نعم طيب أستاذ حمد في جزئية في التغريدة بأخذ رأيك فيها يقول عادات الجاهلية محاها الإسلام عادات القبائل محتها العلمة إيش رأيك لا أنا ما اتفق مع الكلام الإنشائي هذا عادة القبائل الموجودة القبائل يقفوا مع بعض القبائل يحمون الدولة هذه العزها الله والإسلام ما قام لعلى القبائل obligation تجمعات القابلية أو على المساعدات إنا الآن القبائل توقف مع بعض وإنا الآن القبائل هي عماد المجتمعات فما أنا أسيء للقبيلة على أساس أنه والله يا أخي أنه أنا أتبع النظام الأمريكي عشان فيه أرامكو لا يا أخي القبيلة جزء من المجتمع القبيلة لها مسامة في توحيد المملكة العربية السعودية الأكثر الشعب من القبائل إني أنا لما عشان أسوق نفسي أو أسوق منتجي أو أصير شخص مشهور أسيء القبيلة الإساءة مهما كانت مردود عليها لكنه ما أسيء للجزء أو مكون من مكونات المجتمع عشان نحصل على ترنت بناء على التغريدة بنعم أو لا ترى أن الفكرة التي كتبها الأستاذ جمال إساءة؟ إساءة ردك وتعليقك؟ إساءة لأنها هي من فهمت يعني في عادات خلينا من العادات الجهلية لمحال الإسلام هذه انتهي منها اللي هي العادات اللي هي القديمة اللي ينهاها اللي هو مع العولمة أول إذا جيتها مثلاً إحنا الجامية الشرقية للرياض أول كان كيف أروح أقرب بيت عندي من الجماعة باب المجلس مفتوح أدخل أتكي وأتقهوة وريح ومبسط كل شيء هذه موجودة الآن عند صارت قليلة ليش؟ لأن العولمة هي اللي محت هذه يعني صار الشخص نفسه مرتبط بوظيفة مرتبط بأمور ثانية بدراسة يمكن ما يتواجد في مكانه البيت يمكن في العائلة في كذا فخلاص مع العولة مراحت هذا هي إذا تسمح لي أستر جمال في جزئية في التغريدة تقول فيها أبو يتعب مني بسبب هذا الشيء لازم تقهو الرجاجين ما تقوم إلا آخر واحد من الصفرة ورحب وحي بالضيوف هل تشوف أنه أنت اليوم لما تقدم قهوة للضيوف اللي يجونك أو لما يعني ترحب وتحيي فيهم هل تشوف أنه هذه عادات بالية يجب أنها تمحى ويجب أنها تنتهي ومفروض ما يكون لها وجود لا ما هي سالفة كذا أنا قلت أبوي تعفيني أنا كطفل يعني تقدرون يجي مثلا يا الخالي يا العم يا العم كلهم جمعين أطفال كذا أنا أبغى ألعب معهم أبغى أمبسط فتعرفون أنت بعض الأبا يقول إجلس هناك قهور ججيل وما أدريه ما من دل أمور كلها أنا أريد أن ألعب يعني فبالعكس أنا حي أبوي أن يبني في هذه الخصلة بكل شيء بس تدري أنت الطفل يعني تفكيري كل بعيد يعني أنت مع بقاء هذه الخصلة أو مع زوالها لا مع بقاء وترى أنها من العادات القبلية اللي يجب أن تستمر طيب إذا تسمح لي هذا ما كان واضح في التغريدة يمكن هذه برضو من الأشياء اللي أثارت ردود فعل أنا كلمت أبوي تعفين ما قلت أنا طفل وأنا كده فهي كانت من القموض اللي موجود بها أنت تعمت تخفي هذه التوضيحات علشان تثير ردة فعل ولا هي جات بعفوية هذه اللي جات بعفوية بس أنا تغريداتي من قبل فلازم أغطي ونسوي وضبط فهي جات معي ما رأيك أستاذ جمال محمد والله أنت رجل عاقل أستاذ جمال ورجل فاهم العفوية أو أني أرمي تغريدة وأخلي الناس تتداولها وعلى حساب أنه والله أنا أطلع بترنت والآن تقول والله أنا لما أكون طفل يعني أنا ألاحظت أنك أنت رمية رمية وأنك ندمان علىها ما تدري وش تسوي ولا أنت عارف تبرر لكن أنت أخلي جمال أنت تتابك تقول تابع 33 تأكد أن 10% منهم شباب 20% مراهقين المراهق هذا دخلت الفكرة رأسه فلما أبوه يقول التعاصب بالقاء يقول يا أخي هذه عادات جاهلية وعادة ما ندري وش وعادة وانا ما نفاضي لأننا نتكلم لكن ترى أنه لما نتكلم الآن ممكن أن يتكلم بكلام لكن ترى المجتمع فيه شباب مراهقين يتشربون الكلام هذا ما عاد يقلعون كتب ولا عاد يسمعون لأباءهم ولا يسمعون لأمان الآن هم ما على تويتر وعلى السوشيال ميديا أي أي كلمة أو أي شيء في السوشيال ميديا يتشربونه ولا يهمهم بكلام أبوه ولا يهم فنحن لما نتكلم نتكلم بواقع أنا يمكن الأستاذ مفرح يعرفني في الإعلام لفتر واستطرام أنا أبغى تريند أطلع الآن بتريند بكلمتين على الأستاذ مفرح وأطلع تريند ردي أمفرح لا تردي أحمد لا الإنسان لازم يقيم عقله يقيم نفسه ويأخذ منحنى فاهم مو بني عشان أسوق أو عشان أطلع تريند على حساب قيم وعلى حسابنا زي ما يقولوا يعني المرجلة كائدة لكن التريند سهل طيب هذه بتصرف إيه علشان أوازن الوقت بينكم تفضل مساحة الرد لك كاملة على كل ما ذكر والأستاذ حمد المراهق قبل المراهق قبل مثلا عشرين سنة أو خمسة عشرين سنة يمكن كان يأخذ من أبوه من أهلا كل شي أنا ما شاء الله تبارك الله يأخذ يعني معلومات بكل مكان أنا أب لابناء مراهقين ما شاء الله عندهم معلومات كثيرة ويعرفون الصح ويعرفون الغلط ويعرفون مننا الكذاب من الصادق من الصريح ما تتمرر عليهم الأشياء هذه كلها لا تتمرر عليهم تتمرر عليهم الشباب الآن 24 ساعة وهو أنايم على الجوال بص ما تتمرر عليه لا تتمرر عليهم راهق الردود عرفت عرفت أن الشعب واعي و تمسك في القيام لا ألي يرد عليك ناس عاقلين كبار أكيد لا يعني كيف عرفت أنه متمسك يعني أنت ودك أنهم يتمسكوا أو لا يتمسكوا بالعكس ودي يتمسكهم طيب لماذا غرّت كيف لماذا غرّت بالتغريدة هذه طيب غرّت لي أغراض أخرى والحمد لله طيب أغراض طيب أغراض طيب أغراض أنا أقولها إذا تسمع أنا قلت لكم إياها أنا كتات أشياء زي ما تقولون كذا لأنه وشه بالتسويق إذا أنت وصلت إلى المشاعر إذا وصلت مثلا إلى المكان الحساس جدا جدا راح تضرب أكثر طيب إذا تسمح لي أستاذ جمال بعد إذنك أنت قلت في بداية الحوار أنا سألتك سؤال مباشر هل أنت ما زلت على قناعة بالأفكار التي في تغريدات قلت نعم نعم والآن تقول لا أنا بس حطيت هذه الأفكار علشان أشوف الناس إذا متمسكين بالقيم ولا لا أنا حطيت وضّح لنا إعطنا كذا إذا تسمح لي على المصطلح وتقبلوا مني على بلاطة إعطنا إيش الحكاية هل أنت حطيتها لأنك مقتنع وما زلت مقتنع أنه بزوال هذه العادات ولا لا أنت تختبر الناس وردت فعلهم قبل أنا بس حطت الكلام مقتنع فيه وفيه غمو بعد ما صارت الحال جادني أكثر من اتصال جاهني أكثر إيه إيش اسمه من الصديق من العائلة قلوا يحذف 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 حتى من قبيلة الفضول نفسها ومعرفين هم يعني ينتسبوني طيق قالوا أنت أشياتنا ودل أشياء كلها تحدث ولا أنا نشتك عليك فأنا شفت الردود حققت الناس شفت زي ما تقول عجبتني صحيح أنه فيه سائلي بس عجبتني أنه متمسكين جدا بالعادات والغيام أيوة يعني يعني أنت هذه الأفكار الموجودة في التغريدة مؤمن فيها ومقتنع قناعة تامة وتمشي فيها في حياتك ولا أنت تقول للناس أنا طرحتها علشان أختبر تمسككم في القيم وأنا أعتذر عنها فالبداية زي ما قلت طرحت عفوية بعدين تمسكت فيها عشان أشياء هذه عشان إيش عشان بس أختبر تمسك الناس بمعنى بعدها بمعنى بعدها طيب الآن الآن اليوم اليوم الاثنين أنت تقول أنا آسف وأعتذر وما أقصد اللي جاء في التغريدة ولا تقول لا أنا أنا ما أخطيت ولا أتعدت على أحد عشان أقول آسف حلو يعني أنت مؤمن بالليمون نعم طيب كيف حتتعامل مع الردود اللي سميتها بالمسيئة كيف حتتعامل مع الردود المسيئة خلاص هذه ردة فعل طبيعية بني آدم كذا والمعلومية أنا سويتها على طول ما شفت الردود طيب بديت فعلت معنا بالبداية بعدها خلاص سويت كتم أبسمع منك تعليق مختصر حول اللي سمعته أستاذ حمد والله اللي سمعته أن الأستاذ جمال يبدو أنه صراع عنده صراع نفسي في الموضوع أنه هو ندم أنه غرد بالتغريدة في نفس الوقت لقى ردود فعل عكسية فهو الآن ضايع ما يدل وش يسوي هل هو يستمر على رأيه في التغريدة أو يرفض لا لا هو وضح هو يقول أنا مستمر على رأيه أنت ندمان على التغريدة أبدا ندمان على الرأي متراجع عن القناعة اللي فيها كلمة أخيرة منك كلمة أخيرة أرجو أنه يحذف التغريدة ويعتذر لأنه أنا أرى أنها مسيئة كلمة أخيرة الله حسابي الشخص وشيء يبقى تلع فيه ما رأح حذفها أذرني والله أستاذ جمال شكرا لك أستاذ حمد شكرا لك شكرا لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا معلش يمكن إحنا تجاوزنا شوي في الوقت بس ما كان ودي أقطع الحوار ولكن ودي أنقص أي ضيف من حقه ووقته في الحوار لأنه عندهم وجهتين نظر مختلفة أتمنى أن نكون يعني أعطينا كل شخص مساحة اللي يستحقها ودائما وأبدا أنتم الحكم شكرا لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا غدا يتجدد معكم يا هلا ليصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل سبعنا على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر